تابع بند 1-6 أوجد الناتج في أبسط صورة 5 ضرب جذر 16 تقسيم العدد الدوري 3 من 10 ناقص 7 ضرب 2 إذا نقلل في ترتيب العمليات أولا نبسط العمليات داخل الأقواس السؤال لا يوجد أقواس ثم نبدأ بعمليات الضرب والقسمة التي تبدأ من اليمين أولا إذا راح نضرب 5 ضرب جذر 16 أولا نستخرج جذر 16 يساوي 4 فإذا جذر 16 جذر 16 يساوي 4 فإذا 5 ضرب 4 تقسيم العدد الدوري ناقص 7 ضرب 2 فإذا نبدأ بعمليات الضرب من قسمة أي وما تبدأ أولا وهي من اليمين إلى اليسر 5 ضرب 24 تقسيم العدد الدوري 3 ناقص 7 ضرب 2 إذا نبدأ هنا بقسمة العدد الدوري ثم نضرب 7 ضرب 2 20 تقسيم 3 ثلاثة عدد الدوري طبعا نحن نعرف العدد الدوري ثلاثة هو عبارة عن ثلاثة على تسعة فنكتبه في صورة كسر لتسهيل العملية أو لتسهيل عملية اختصار فإذا 20 تقسيم 3 على تسعة نفتبه في صورة كسر بعد 7 ضرب 2 فإذا نحول عملية القسمة إلى ضرب النظير فإذا 20 ضرب 9 على ثلاثة نختصر لا يوجد اختصارات إذا نضرب البص في البص والمقام في المقام فإذا 20 ضرب 9 على ثلاثة طبعا في اختصارات هنا ليه تسعة وثلاثة رح ترهني واحد تقسيم 3 تساوي واحد تقسيم 3 تساوي ثلاثة فإذا نضرب 20 ضرب ثلاثة تساوي 60 على الواحد إذا ما في مقام ناقص 7 ضرب 2 14 نطرح 60 ناقص 14 ليعطيني ناتج يساوي 46 وهذا هو ناتج التفسير السؤال اللي بعده أوجد ناتج في أبسط صورة عندي عدد 10 ناقص 7 و 6 من 10 ناقص 6 من 10 ضرب جذر 25 من 100 ناقص الربع فإذا أول شي راح نقوم 6 اللي داخل الأقواس الأقواس أولا إذا ضرب جذر 25 من 100 هي جذر 25 على 100 ناقص 1 على 4 جذر 25 على 100 يساوي 5 على 10 جذر 25 خمسة وجذر المئة 10 إذا يساوي 5 على 10 إذا 7 و 6 من 10 ناقص 6 من 10 ضرب جذر 25 على 100 قلنا 5 على 10 ناقص 1 على 4 5 من 10 نبسطها 5 على 10 طبعاً هذه داخل الأقواس راح نختصر 1 راح نختصر 2 إذا نص ناقص ربع النص هو عبارة عن 2 على 4 إذا 7 و 6 من 10 ناقص 6 من 10 ضرب النص قلنا عبارة عن 2 على 4 ناقص ربع فإذا يساوي 7 و 6 من 10 ناقص 6 من 10 ضرب 2 على 4 ناقص 1 على 4 يعطيني 1 على 4 إذا خلصنا لداخل الأقواس راح نبدأ بعملية الضرب لأن الضرب قبل الطرح فإذا نضرب 6 من 10 ضرب 1 على 4 يأما نحول 6 من 10 لعدد كسر كسر بسط مقام أو نحول الواحد على 4 لعدد 10 الأسهلا نحول هذا إلى عدد كسري إذا 7 و 6 من 10 أو نحول الربع إلى عدد 10 الربعة نعرف أن 6 من 10 ضرب 25 من 100 فإذا نضرب 6 من 10 ضرب 25 من 100 6 من 10 ضرب 25 من 100 وحيبيني الناتج 15 من 100 بعد 6 7 و 6 من 10 ناقص حاصل الضرب 15 من 100 إذن نطرح بالنهاية راح نطرح 6 7 و 6 من 10 ناقص 15 من 100 نستخدم الآلة إذا لا نستطيع الطرح 162 يعني 0 ناقص 5 لا يوجود 10 وهنا 5 10 ناقص 5 يساوي 5 5 ناقص 1 4 نفاصل مكانها 7 ناقص 0 7 7 7 45 إذا ما عرف ما نطرح ممكن نستخدم الآلة ترجمة نانسي قنقر 5 ناقص 6 6 7 9 9 10 10 11 12 13 14 14 14 21 22 23 23 24